من ضمن التعليقات هل تضخم غضاريف الانف ممكن تتم بدون عملية خلينا اقول تجربة الشخصية كان في الدكتور بلغني ان في نوعين من غضاريف الانف في غضاريف الانف اللي هي بتكون حالتها مش متضخمة جدا هي متضخمة ولكن مش متضخمة جدا لدرجة انها بتسد التنفس انا في الحالة بتاعتي لما شايف الغضاريف لها انها سدد الدنيا خالص فلازم عملية تمام لكن في بعض الحالات انها بتبقى في تضخم ولكن مش التضخم العالي فساعتها بيديلك دائما بخاخة في كورتزون فبيتخفف من تضخم ولكن بترجع وهكذا لكن انت ماشى الدنيا معك مش مدايقك لكن في الحالة الغضاريف بيكون مقفولة خالص ومش قادرة تتنفسها في الحالة بتاعتي كانت مزدودة خالص لا في هذه الحالة لازم العملية وفي هذه الحالة القوية مهما استخدمتي من بخاخات وكده الموضوع بيكون مش بيجيب لك اي نتيجة لان الدنيا خلاص قفلت طيب هل ده على طول ادخل اعمل العملية لأ نصيحتي دايما بنقولي الناس روحوا لدكتور واثنين وتلاتة قبل قرار العملية لانت بقى فعلا متأكد ان الدكتور ده مش بيستسهل او يعني واخدها فلوس وخلاص وعزو ياخد منه لأ روح لدكتور واثنين وتلاتة يقول لأ كل دنيا كده ومعايا كمان اشعة على هذه المنطقة بتثب العملية والف السلامة مقدمة